الجمعية الجمعية الآن في غلاء الأسعار بكل أسف الجمعية هي الوحيدة اللي تتحمل تخفيض الأسعار عمل مهرجانات الجمعية هي الوحيدة اللي قاعدة تتحمل تخفيض أسعار بعض السلع للمستهلكين بس خمبيل أبو حمد المشاهد أنه ليس دور وحيد على الجمعيات هناك مجلس وزراء هناك مجلس أمة هناك وزرات المعنية لاها دور بس الدور الأكبر الدور الأكبر للجمعيات الدور الأكبر حقيقة لقرار سمو الأمير للبطاقة التومينية هذا حقيقة أثر ونزل الأسعار إذا ما ثبتها يعني المواد الأساسية اللي هو الرز والسكر والزيت والحليب وهذه الأشياء اللي يسمعه والدجاج هذه لما سمو الأمير أمر بأنها تكون مجانية ما قدروا يرفعون الأسعار لأن البضاعة توزع مجاناً وبالتالي انخفضت الأسعار إذا ما ثبتت هذا الدور الدور الثاني الجمعيات هي الوحيدة اللي قاعدة تقوم في تخفيض الأسعار عن طريق عمل المخرجانات بس أنا أحب أن أقول المشاهدين الكرام هناك اتصالات أو مسيجات كثيرة دهمني الوقت ما أقدر أخذ اتصالات أكثر بس أوعدكم إن شاء الله وهذا وعد مني لكم أن المعد قلت له أخذ الأرقام هذا المعدنا يأخذ الأرقام وأخذكم في حلقة قادمة وأخذكم على المحور اللي أنتم تابعونا في هذه الحلقة علي بوجهة نظرك عملية فن التعامل من أعضاء الجمعيات ممكن كان لك سابقة أن أحد الشركات الكبار حطيت راسك برأسهم وصار سلام بينك وبينهم على عجال عطنا هذه الفقرة بس بدون ذكر اسم الشركة والله يعني نشوف الأخوان لازم يكون عندهم خبرة ولو بسيطة الأخوان اللي ينجحون في الجمعات التعاونية يعني خبرة بسيطة تسويقيا وخبرة أيضا في أساليب الغش التجاري لأنه مو بالضرورة يكون دائما السعر هو شيء جيد أحيانا يكون هناك غش تجاري بجانب السعر المنخفض يا أخي داح يعني نحن كان لنا تجربة لله الحمد من عند اتحاد الجمعيات ومو شيء يعني شركات قاطبة في موضوع تحديد بعض أسعار السلاء بالنسبة للبيض الكويتي وغيرها في سنة 2003 ونجحنا الحمد لله في كسر الاحتكار وإلغاء تعميم الاتحاد في ذاك الوقت في تعميم سعر البيض الكويتي وأصبح لا يوجد اتفاق بين الشركات ضمنيا ولم تستطيع أنها ترجع لهذا الاتفاق وكسرنا هذا الاحتكار وهذا الصالح المستهلك يعني أمانة يعني إحنا نحتاج يعني الأعضاء لازم يكونون مثل ما قلت ما يكتفي في كوب القهوة التركية شنو حابة توصل لهم أنت طرق اللي أنت شفتها وما رفتها في السابق يعني قبل أن نجي للتعامل والأسعار وخلافة يجب أن يتخلصون من الأحمال المحملة على الجمعيات يجب أن يتخلص من هذا الحمل اللي هو حمل بنود الرواتب وغيرها والمصاريف العامة يعني قاعدة تحمل في أموال طائلة ما أنزل الله فيه من السلطان يعني أحيانا تصل أن الموظف في موظفين يأخذون أكثر من مكافأة عضو مجلس الإدارة نفسه يعني لو حسبناها في السنة لأن عضو مجلس الإدارة محددة من وزارة الشؤون في 3000 دينار في السنة بينما تجد عندهم موظفين في غير داعي الحاجة لهم يأخذ 15 ألف وقع ألف دينار في شهر لما يوصل العضو هناك ضغوط عليه كان من تيار أم من خبيلة أم من طائفة ضغوط عليه ودفف عين مشلي شون تبونه يدفين يحتاجون أن يراعون الله في أموال المساهمين هذه ولا تأخذهم في كلمة الحق لوما تلائم ويكونون جديرة في هذه الثقة هذه اللي أولوها المواطنين لهم ويتخذون القرار نفس الآن نلاحظها بالذات عندنا بالدوائر الرابع والخامسة نبيك تمشي أعضو مجلس الإمه هذه المعاملة ويبونه ضد الحكومة شلوه ما يصير يا جماعة يا هذا الطريق يا هذا الطريق بوحمد شلوه نصير ما خليتنا أكمل الآن على ذكرة لما طلبت من الجمعيات التقرير أن يعطوني ليش أنتم خذت تخسرون والسوق الموازي يربح ولا جمعيات أعطتني تقرير كل أسف سلبيين في هذا الجانب لا جمعية تعاونج ماكو إلا واحدة في تكر جمعية جمعية واحدة يعني كتب بعض الجسمة طلبت منهم كذلك المعونة الاجتماعية أن شلون نصرفها يعني سبل صرف المعونة الاجتماعية في الطرق السليمة وفي الأماكن اللي يجب أن تروح لها يعني مو بس كل سنة العمرة نقطع فلوس بالعمرة وخلاص تمام ولا واحد جاوب إلا واحد بكل أسف يعني سلبيين في هذا الجانب لذلك أنا أقولك الاتحاد يجب أن يكون منضغ للعملية كهوة تركيا مثلا فيهم بوحمد ما يقدر يتحمل الاتحاد يجب أن يكون هو الرائي لهذه العملية بعد أن طلعت في الاتحاد بوحمد في سؤال بسويتر لك يقولون لك لما كنت رئيس الاتحاد هل هناك تدخلات من وزارة شؤون في أي قرار تأخذه مكتسب للشعب ويضر الحكومة هذا السؤال مكتسب للشعب ويضر الحكومة قالوا لك لا خليك مع الحكومة أي والله ما فيه لا قرار واحد بكل أسف أنا أنا متحسف عليه حقيقة إذا تقدر تقول إذا ما تقدر لا لا أقدر أقول اللي هو نسبة الأرواح اللي هو من خمسة عشر خفضوا الأرباح من خمسة عشر إلى ثمانية إلى ثمانية إلى ثمانية كانوا من التجهين إلى الثمانية إلى الثمانية صحيح وقلت لهم خلوها بدل الثمانية عشرة هذا حقيقة بكل أسف أن يعني بكل أسف هذه شجاعة منك بحمد أنك قلت هذا الموقف وتكلمت فيه هذا خطأ أني أنا أوقف هذا الموقف يعني الوزارة ما لقى تحل أو الحكومة ما لقى تحل إلا على أموال المساهمين يعني يعني فيه سؤال أنا وجه حق أعظام جسر أمه وياليت اللي تابعني يوصله نيابة عني هناك قرارين طلع من مجلس الأمة وبموافقة برحلو حق مجلس الوزراء ووافقوا عليه ودزو حق معالي وزير المالية الحالي اللي هو ما شاء الله عليه سبع سنوات هو وزير المالية اللي هو الفروع مستثمرة والمتر أملاك الدولة ما تنفذ ما في عضو مجلس أمة يسأل هذا الوزير ليش ما نفذته هذا لو نفذوه يعطي يعطي هوى نقي للجمعية إنها تقدر تعمل في عملية الأسعار ماسكين عليها كلش ولا المتر المتر شلون يا حكومة تابعون الجمعيات تخفض الأسعار متقع تأجر للمتر دينارين سبعين وخمسين وهناك أفلاس ممئة أفلاس تؤجر في الشويخ مصالح خاصة حقيقة الجمعيات كذلك مساهمة في هذه العملية يعني أنا الآن كل فروع الجمعية خاصة الجمعيات الجديدة كم يأخذون من المستثمر أنا لما أكون مستثمر لفرع وخي نقول مطعم وأدفع مئة ألف للجمعية تتوقع أني ببيع السندويشة بمئة فلس ما ممكن نعم نحن قبل كنا ندور نادي المستثمرين تعالي ببس مخرجنا يلي تجهز لي بس مال بلدية بس باخضع على عجالة بس بداية أي تغرير الثالث نعم لآخر شي أعطيتك يا أبو أحمد كلمتك الأخيرة مناشدتك الأخيرة لأخواننا التعاونيين إحنا لو ما نحبهم ما حطينا هذه الحلقة ونرشدهم أنا حقيقة أثق فيهم وأحسن الضم فيهم لكن يجب أن يتفهموا الموقف أن الأسعار في زيادة والجمعيات يجب أن تربح تجاريا يجب أن نرقى بالعملية أكثر من شديد يجب أن نجنب المصالح الشخصية عن مصالح الجمعية ومصالح المنطقة شكرا لك السادة محمد حسين الأنصاري أبو أحمد رئيس الاتحاد الجمعيات السابق على حضورك السادة علي الأخميلي تعاوني السابق كلمتك الأخيرة ونصيحتك لأخوانك السابقين في الحركة بس أبداح تعقيبا على العمر الأخير اللي أنت نوهت عليه بالنسبة للإجارات هذا الإخوان التعاونيين يعني يجب أن يطالبوا الإخوان في مجلس الأمة نوجه لهم يعني دعوة من هذا المكان بس دقيقة أنا بس أحب أن نوه لهم وأبيل الصورة لهم إذا أنا مستثمر في جمعية وأجاري أدفع ألف دينار للجمعية ثلاثمائة دينار تروح لجزارة المالية بس توضيحا يعني دائما ثلاثم بالمئة يأخذونها من المبلغ يعني ألف دينار ثلاثمائة دينار يأخذونها مزارة المالية ويحطونها ويبقون تقوية السعر تفضل هذا عشان شديد أخي بداح نقوله مادة في القانون تخول سيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الجمعيات من الرسوم وكذلك من الإجارات للدولة يعني نتمنى مجلس الوزراء أن يراعي هذه الجزئية ويتخذ قرار بإعفاء الجمعيات التعاونية من الإجارات التي تكون بحيث أن تشارك الدولة ووزارة الشؤون تأخذ يعني ما شاء الله 25 بالإمية من أرباح الجمعيات التعاونية يعني شيء كبير وفوق هذا تأخذ الإجارات مثل ما تفضلت ساعتك نعم ونقول لهم إخواننا يعني أن يتقوا الله في في ربحهم لأنهم يفترض أنهم يمثلون منطقتهم وأبناء منطقتهم ويكونون أحيانا من أبناء جلدة واحدة وطائفة واحدة وقبيلة واحدة أن يراعوا الله في في هذه الأموال وأن لا تكون الجمعيات التعاونية عمرها ما كان ولا قانونها التعاوني لما أنشئت كان الهدف منها أنها تكون ربحية أبدا هي خدمة اجتماعية يجب أن يخلقون فرص التنافس ولا ينتظرون التجار حتى تتنافس هم الواجب عليهم أن يخلقوا هم يتنافسون هم الواجب عليهم أن يخلقوا فرص التنافس رغما عن التاجر نعم شكر لك أبو ظاري على حضورك يليت مخرجنا تنزل للصورة عشان أعلق عليها إحنا هني ببلدنا متن تطور اسوط خلنا أخذ مثال حي هني صور ملاحظاتك وارسلها بلدية دولة قطر إحنا يا ليت ملاحظات اللي نشوفها في الجمعيات ترسل في الجمعيات أي ملاحظة نشوفها المشكلة اللي لاحظناها الآن بس أبيكم تطالعونها أنا على يقين راح نصور أعظام السيدار ونجزها لهم مشكلتي أنت بنفسك أصور أدائك دورك مهنيتك أمانتك مصداقيتك هذه اللي احنا ندزها شاكر لك بس مخرجنا على الصورة متى راح نتطور لما نوصل هذه العقلية أنك تصور في وقت الحدث وترسله للبلدية ترسل للصحة ترسل لوزارة الأشغال ترسل لأخواننا في الحركة التعاونية هذا سعر غالي قاعد ندزها يعني الكل معانا متفق في عملية غلاء الأسعار احنا كجهة إعلامية عبر التلفزيون الشاهد اللي خصصنا برنامج خاص إرضاءا للمواطن ومصلحة المواطن مبين له مواقع الخلل وعلى المسؤولين التجاوب معهم أنا لو مسؤول في أحد الجهات وأسمع عبر وسائل الإعلام هناك خلل أتجاوب معهم مشكورين للأمانة هناك في تجاوب من بعض الجهات الله يعطيهم العافية بس وزارة التجارة ما زالت في فندق صح النوم لحد نحن نايمين متى يجي غوار الطوشي يقومهم الله أعلم بس لازم تصوروا ما يطنشونك تصوروا ما يطنشونك لا لا نصور واندز وانفعن وأتمنى أخواننا في الحركة التعاونية يستجيبون لهذه الفكرة يأخذونها ويصورون عن نفس عملية مالة قطر وتم التصوير من قبل المساهمين ويجزونها لكم ويصير فيه تجاوب مو حطي لي صندوق مال اقتراحاته الشكاوي سبحان الله المفتاح هذا ما يأخذ لرئيس مجلسي دارة غيره محد يأخذ عشان يأخذ على راحته اللي يبيه يأخذ واللي ما يبيه أحلى شعب حق خرامة عندنا عندنا الأمور كثيرة وان شاء الله في الحلقات القادمة راح نسلط الضوء أكثر وأكثر على الأسعار وعلى فساد الأغذية على المواد المسرطنة وعلى التجاوزات الإدارية في جميع وزارات الدولة ولا نتهم أحد أعيد اللي ابتديت فيه في حلقتي لهذه الليلة شمعنا جمعية القصور والعدان خليتوها ثلاثة ما خليتوها أربعة شمعنا مشيتوها على ثمانية حتى أبو أحمد أكبر صن ومقاما مني قال أنا مستغرب مع أنه سواه بجمعيات أخرى هل هي تساؤل لاحظ عيدها لك أنا قاعد أتساؤل ما هو صابع اتهان هل هو بسبب الندوة إذا سبب الندوة حق كفلا له الدستور يعبر ما يشاء أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وأحب أذكركم لعادة الأولى إن شاء الله بعد قليل الساعة الواحدة فجرا تقبلوا أجمل ورق التحييات من فريق البرنامج بداية من مخرجنا الرائع منتصر أمين والمبدع في الإعداد أستاذ جابر المرد والمبدع الآخر أستاذ مشعل حسان وكذلك المصورين لخلف الشاشات المبدعين اللي يرسموني أحلى تحايا على أدائهم وكذلك صاحبنا اللي يقول سبعة ستة خمسة وقمعة هذا أنا أستاذ أشرف وكذلك الأخوان الجنود المجهولين اللي يطلعونا في أحلى صورة هذا أنا أخوكم بداح السهل يترككم في حفظ الله ورعايته مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة